فإننا نعلن النفير العام لكافة أبناء شعبنا ولبوادنا الجنوبية لأن تزحب إلى قصر معاشيق لإسقاط الخونة العاصمة المؤقتة عدن من جديد على صفيح ساخن تهديد وتصعيد عسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات الذي دعا للزحف واقتحام معاشيق في دعوة صريحة منه لإعلان الحرب على الشرعية والإطاحة بها قوات الحماية الرئاسية التابعة للشرعية وردا على إعلان الانتقالي النفير إلى معاشيق أكدت أنها في الوقت الذي لن تعترض أو تفض أي تجمع شعبي سلمي إلا أنها بنفس الوقت لن تسمح بتجاوز الحدود كاقتحام القصر الرئاسي ومؤسسات الدولة السيادية ملامح جولة صراع جديدة بين قوات الانتقالي المدعوم من الإمارات وبين قوات الحكومة الشرعية كتلك المواجهات الدامية التي حصلت في يناير من العام الماضي حين فشلت محاولة الانتقالي الانقلاب على الشرعية لكن أين ستنتهي هذه المرة؟ هل ستتوقف الأحداث عند بوابة قصر معاشيق؟ كأحداث يناير أم أن أبوظبي هذه المرة ستدفع بفرض واقع جديد بعد أن أعلنت سحب قواتها من اليمن وفرضت تشكيلاتها كأدوات للصراع وتحقيق المطامع بعيدا عن تحمل المسئولية المباشرة سيناريوهات مجهولة في عدن ومصير غامض للساعات القادمة هلع شعبي وخوف من أن تقع المدينة من جديد في مستنقع الصراع الداخلي وكأنها ملعب للتصفيات وحجر نرد يتسابق بها طرفات تحالف ففي الوقت الذي تدعم أبوظبي تشكيلات الحزام الأمني بالسلاح والمال والغطاء السياسي والإعلامي تدفع السعودية بالتعزيزات العسكرية لقوات الحماية الرئاسية ويحلق طيرانها على سماء عدن منذ بدء التوترات في مديرية كريتر شيع ضحايا هجوم معسكر الجلاء وانتلعت اشتباكات في محيط قصر المعاشيق بين قوات تابعة للانتقالي وأخرى تابعة للشرعية اشتباكات بمثابة انذار لتدارك الوضع قبل الانفجار واندلاع اتتال أهلي في معقل الشرعية وعاصمة البلاد المؤقتة